الاستاذة فاتحية بتقول ان امها بتعملها معاملة وحشة وهي متجوزة بقى لعشرين سنة وكل ما تروح لها بتعملها معاملة وحشة يعني انا النهاردة ما اجي اقول اصانة امي بتعملني معاملة وحشة من غير اي حاجة وحاجة من الاتنين يا اما انا وحشة في التعامل معاها فهي زعلانة مش عايزة تتعامل معايا بطريقة يعني لطيفة او بتنفس عن غضبها يا اما الام دي فيها شيء اتقول لا هي ما فيهاش اي حاجة احنا ايش عرفنا اللي في نفسها ايه يمكن فيه شيء مزعلها شيء لاه في قلبها او في نفسها يمكن مرضت محدش عارف انتي ما انتش ما تحكميش على الامور كأنك كل حاجة ما تعرفيش وضعها ايه النفسي يمكن بدأت تحس انها وحيدة فبتضغط كده عليك وعشان تسألوا عليها اكتر كل دوارد انما اجي اقول كده لا اهي ما بتعملنش كويس ومن غير اي سبب شيء مش منطقي فلازم نتعامل مع امهاتنا وابقنا بالحكمة وبالصبر لان ربنا نفسه امرنا بكده وبالذات عنده الكبر ونتعامل بالحيلة ونتعامل بالهدايا مرة وبالكلمة الطيبة مرة يمكن تكون محتاجة حاجة وانتوا شايفينها ومش واخدين وانتوا بتتعاملوا معاها ومش حاسين بيها فبتنفس على قد فهمها وثقافتها بالطريقة دي اللي احنا مش معاها قوي لكن بنقول بردو نذكر رحم الله والدا اعانى ولده على بر لازم احنا كأباء وامهات نعين ولدنا على البر بان احنا نعملهم كويس ما نعملهمش وحش فيضطروا يعملونا وحش او يبقى صعب قوي عليهم انهم يقوموا بالبر معانا نخلي بالنا فادعي رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاح الحال والبر عشان تجاية تاخدي رخصة مننا في قلوب عامرة انك لا انك تقطعي الصلة بيها هذا كلام لا يمكن ولا يمكن نقوله البر مطلوب على كل حال وليك الاجر الكبير العظيم لانها بتعملك وحش وانتي بتعمليها كويس وروحي صرديها وبوسي ايديها وخدلها حاجة حلوة مرة حاجة من ايدك مرة حاجة شريئة مرة على قدك وانو اذكر حضراتكم فيه الامام البخاري يعني عامل كتاب كده يعني عقد البخاري في كتاب له في الادب المفرد بيقول باب كده سماه باب بر والديه وانظلمه وجاب تحت الباب ده اثر عن سيدنا ابن عباس مروية يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلمين له ولداني له والداني مسلمان يصبحوا اليهما محتسبا الا يعني فتح او فتح او فتح الله له بابين يعني باب من الجنة وان كان واحدا فواحد يعني انا النهاردة بريت ابويا وعصيت امي يتفتح لي باب البر بابويا وما يتفتح ليش من اجل امي وان اغضب احدهما ولم يعني يعني اغضب احد الوالدين قال انه لم يرضى الله عنه حتى يرضى عن الوالدين او احد الوالدين بعدين قيل وان ظلماه قال وان ظلماه بس ده مش معناه ان احنا نظلم اولادنا المعنى ان البر قائم للوالدين في كل وقت هنحط مثل هذا الاثر معه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه رحم الله والدا اعانى ولده على بره وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة اشتركوا في القناة